أستاذ إبراهيم كابتل خطيب لما سؤل على اللي بيغادروا النادي الأهلي بطريقة يعني المهم قال أنا مش زعلان منهم أنا زعلان عليهم دي كانت رسالة لمن باقي في النادي الأهلي أوعى تفتكر اللي بقائك في النادي الأهلي في حد ذاته مالوش قيمة وأوعى تفتكر النادي الأهلي يختزل في لعيب ساب ولا لعيب دخل مهو الأهلي مش عظيم عشان بيكسب ده بيكسب عشان عظيم صحيح هذه حقيقة هذه اللي من أنت سرقتها آه آه أنا سرقتها من من يعني هي هي مقولة تلخص عبقرية تلخص الكثير من الأمور فأنت لما بتشوف القتال والنضال إنك تكسب في الشوت اللي أنت متخلف فيه بست بناط عشان تقلب الماتش اتنين واحد لصالحك وبعدين تكسب الشوت التالت أنت هي الرسالة كده يا جماعة هو الأهلي ده ما يتسبش بصراحة وكل واحد سابه بحسابات ضيقة حتيجي لحظة وخصوصاً اللي جواهم شغف النادي أنا عارف على الأهلي فيه بنتين جواهم شغف النادي الأهلي لكن الله أعلم باللحظة اللي خدوا فيها القرار وكان هذا الفوز مهم لأن حجم حجم مش حايز أقول كلمة يعني للأسف الشديد حجم التحيز من المسؤولين عن اللعبة ضد النادي الأهلي والصالح المنافس غير مسبوق غير مسبوق في كل حاجة الحمد لله أن يأتي الفوز بمنبقة وأن الأهلي بيقول إيه كل لاعب يمكن تعويده كل لاعب يمكن تعويده إيه اللي قيمة النادي الأهلي لا تعوض ده كلام مهم جداً 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 يا جماعة كل لاعب ممكن تعويده لكن الأهلي هو القيمة اللي لا تعوض عارفين ليه لأنه أنا الأهلي